اشتركوا في القناة تناول حصيلة النشاطات الإسنادية المنفذة بعنوان برنامج تحضير القوات لسنة 2023-2024 وآفاق تطوير آداء سلاح العتاد خلال السنوات المقبلة عقب ذلك ألقى سيد الفريق أول كلمة توجهية بثت عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى مجمل وحدات المديرية عبر النواحي العسكرية الست عبر في مستهلها عن سعادته بالإشراف على الاجتماع السنوي لإطارات العتاد بغية الوقوف على مدى تنفيذ مخطط أعباء هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال الإسناد وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي يشدر بي في المستهل التعبير عن سعادتي بالإشراف على الاجتماع السنوي لطارات العتاد الذي حرسته كثيراً على ترأسه بغية الوقوف معكم على مدى تنفيذ مخطط الأعباء هذه المديرية الهامة وإجراء حوصلة شاملة للنشاطات الجارية في مجال إسناد وحدات قوام المعركة وتقييم مساهماتها في تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي ورفع من جهزيته السيد الفارق أول شدد بالمناسبة على أن أداء قواتنا المسلحة لمسؤوليتها على الوجه الأكمل في ظل الظروف الراهنة يستدعي تضافر أعمال الجميع وتكاتف جهودهم مع كل ما يتطلبه ذلك من يقظة واحتراس وحرص على تنفيذ المهام بالدقة المطلوبة والصرامة اللازمة ذلك أن اكتساب مجبات القوة والجهزية ليس بالأمر الصعب إذا ما تضافرت أعمال الجميع وتكاتفت جهودهم واستطاع كل فرض عسكري مهما كانت المسؤولية التي يتولاها أن يؤدي ما عليه من وجبات ومهام بكل مهنية واحترافية وعليه يطلب منكم على غرار كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي من أجل تمكين قوتنا المسلحة من أداء مسؤوليتها على الوجه الأكمل في الظروف الراهنة بل وفي كل الظروف بأن تكونوا في منتهى التيقظ والاحتراس وأن يطلع كل واحد منكم بما أسند إليه من مهام ويحرص أشد الحرص على تنفيذها بالدقة المطلوبة والسرمة اللازمة من خلال الاستغلال الفعال والأمثل للقدرات البشرية والمادية المسخرة إثر ذلك أعلن السيد الفريق أول عن الافتتاح الرسمي لفعاليات هذا الاجتماع وتابع تدخلات إطارات المدرية المركزية للعتاد ليقوم بعدها السيد الفريق أول بتدشين منصة الرمي الإلكتروني حيث استمع لعرض وشرحات وافية حول هذه المنصة التي ستخصص للتدريب وتسمح بتنظيم مسابقات الرمي العسكرية الوطنية كما قام السيد الفريق أول بتدشين مبنى خاص بإيواء طالبات المدرسة العليا للعتاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر